كتابة من خلال الورشة فيه كتاب سيناريو كتير وبالذات من الأجيال الأسبق بتشوف إن ما فيش حاجة اسمها ورشة وإنه ده ما بيخلقش كونسيستنسي جوه العمل نفسه وإنه ده قد يحمل أكتر من وجهة نظر وبالتالي ممكن إنه يبقى السيناريو ده ممكن مش بالضرورة ممكن يبقى السيناريو ده فيه شيء من التفكك أو عدم التجانس الكامل أتفك وأختلف بمعنى إنه ممكن مجموعة عمل تطلع عمل متماسك جدا جدا لأن هم نفسهم عندهم سيستم وهارموني وعارفين يشتغلوا مع بعض وممكن مجموعة عمل تانية ما تطلعش نفس النتيجة ممكن كاتب منفرد يطلع شغل عظيم وممكن كاتب منفرد يطلع شغل مش عظيم فأضي في الآخر السيستم اللي احنا بنخلقه لنفسنا والمعايير اللي بنحطها إنه إحنا ده اللي احنا عايزينه ومش هنقل عنه ومش هنشتغل بطريقة معينة تحافظ على الكواليتي اللي احنا عايزينها أعتقد هو ده المقياس طيب إزا قدر أحافظ على التجانس لو فيه أكتر من واحد بيشتغل وإزا قدر أحافظ على مش عايز عقد الكلام بس هو عقد عقد التركيبة الوجدانية بتاعت الشخصية يعني إزا قدر أحافظ على زيزي إزا قدر أحافظ على بقية الأشخاص اللي موجودة جوه السيناريو نفسه يوسف ومريم وماجد وهكذا كلنا قاعدين بنشتغل على العمل وكل واحد فينا عنده تركيبته الذاتية ونظرته للأشخاص ونظرته للأزمات ونظرته للتركيبات الاجتماعية وهكذا إزا قدر أحافظ على التجانس ده عشان نضمن إنه يطلع للعمل هو طلع جيد أو جيد جدا بصراحة عشان يطلع بالشكل ده طيب هقولك حاجة هو إحنا ما اخترعناش العجلة يعني فكرة الشغل الجماعي هي الصناعة مثلا في أمريكا قائمة على الشغل الجماعي فإحنا يعني مش هندعي إن إحنا عملنا حاجة ما حصلتش قبل كده هي الفكرة كلها إنه كل الأراء الفردية وكل ما هو ذاتي بيتحط على الترابيزة في الأول في التطوير كل واحد بيقوله بيتنظره كل واحد بيقوله شايف إيه كل واحد بيدلي بدلوه لحد ما بنتفق على إنه دي الشخصية خلص دي بقت زيزي مريم مش موجودة ومونا مش موجودة ومجدي مش موجودة فيش حد موجود غير زيزي فإحنا لأننا محترفين فبنبتدي نشتغل على زيزي اللي إحنا وصلنا لها سوا ما ينفعش في النص تبقى حد تاني ما ينفعش اللي اتفقنا عليه ده يحود ويروح في اتجاه تاني لأنه أحد الأشخاص في الورشة قرر إنه هو يحيد عن البيبل اللي إحنا اتفقنا عليه في الأول ففترة التطوير أو مرحلة التطوير هي اللي فيها كل واحد بيقول رأيه وشايف إيه ونفسه يعمل إيه وفي الآخر بنتفق على حاجة كلنا بنلتزم بيها والحاجة دي هي أفضل حاجة للشخصيات مش لينا احنا احنا بعد شوي ما بدوقاش موجودين خلاص بقى فيه بقى فيه زيزي وبقى فيه الشام وبقى فيه هم دول اللي بيحركوا الأمور ترجمة نانسي قنقر